ينشط إعلام الدعم السريع المدفوع يعني إعلام الدعم السريع المدفوع ينشط الأيام دي نشاط فظيع يعني وقاموا الشباب دي طبعا قدموا فينا مذكرة رفعة للأمينة العاملة الأولمتحدة من قحط المركزية وبعض الأحزاب اللي ما مشاركة في قحط فانا جراها مجموعة من أبولاد المنظمات الشغالين في مكتب حمدوك اللي الحمد لله ظهروه بوضوح رفع المذكرة للأمم المتحدة تدين القوات المسلحة وتطالب بفرض الفصل السابع وكمان احذر الطيران كمان قال دارين تشديد على الطيران مش الطيران الحربي بس لا لا هما دارين يشددوا على الطيران ويدخل السودان حتى الطيران اللي بيجيب سلاح للقوات المسلحة دارين الأولمتحدة تفرض عليهم وتفرض وصاية على الطيران ده وتفتشوا احنا دولة عندنا شرعية نجيب سلاح نووي نجيب كده ما في زل بيسألنا سودانيين قال كانوا قابفين ضدقاح تحسي في اليام الفاتد في مكتب حمدوك قد بيهم مذكرات بيعملوا لقاءات في إزاعات وإعلام تابع للدعم السريع بيطالبوا بيشرحوا إنهم وقدوا مذكرة للأمينة العام للون المتحدة تخيل تخيل تشوف الوضاع الوصلناها ولكن ولله الحمد وإنه إحنا منتصرين الأمور مستغرة ماشرين بخطوات ثابتة فبنحقق ما ينتصار بقياس المعركة اللي هو طلقة وكلاش وتاتشر ودبابة لا 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 قاعدين نحقق انتصارات بمعاني تانية واحد مقاييس الانتصار في المعركة دي إذا أخذت واحدة من أهم القواعد العسكرية هي حرب الاستنزاف اللي إنتوا سمحتوها حرب الاستنزاف مع إسرائيل وكده هي دي قاعدة عسكرية منذ خمسة ألف سنة إنك تقعد في حتة كويسة تأمن نفسك تخلي العدو يستنزف يجي يحاصرك الدنيا الشتاء الدنيا صيف المطر هو يكون قاعد برمه حاصرك سبعة تمانية شهور لحد ما قواه يعني تنتهي وكده وبعدين تلقاهه ضعيف تطلع عليه في القاعدة الواضحة الآن إنه الجيش بيستنزف في الدعم السريع لكن الأخطر منها إنه الدعم السريع بيستنزف القوات المسلحة ده الحاجة اللي أنا بس دار نبه إليها لما تجي تقول لي جيش كون وين أو القوات المسلحة بتاعتكم ما انتصرت أو الليلة والله انسحبت أو 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 تاني بعيد لك الدعم السريع ده يتربى ويتدرب على يد القوات المسلحة خطورة الحاجة دي إنه الدعم السريع عارف بعض إمكانيات القوات المسلحة القادة في الدعم السريع هم ضباط في القوات المسلحة أخطر زول بيضع الاستراتيجية والخطط حقه الدعم السريع اسمه اللواء عثمان عمليات ده تابع للقوات المسلحة ده قرى في منهج الكلية الحربية ده وضع أسس وخطط مع القادة بتاعين القوات المسلحة الأس في الخدمة دين بعرفهم بفكروا كيف عارف استراتياتهم عارف انه على السلاح الحق عندنا شنو عارف المدى حقه الدعم السريع عنده استرسال ومقاومة بالمناسبة يعني انت ما تجي تقول ليه والله يا اخي الليلة الجيش ما انتشر خلاص الدعمة هيجره والله الدعم السريع بيقاتل وبيعرف انه ترتكز وين والدعم السريع قاعد يكطع الكلام اللي بقوله ده انشي لفو بيوحسي في التيك توك يقول لك اللي انصرافي بشكر في الدعم السريع انا ما بشكر في الدعم السريع انا بوري في الشعب السوداني خطورة وحجمه وشراسة المعركة لقد تهي يا صرفة كلام جميل جدا القهد ده أسو ما بسكده ده كله طبعا شغالين برئاسة حمودوق وبيغي بتدخل في كل شي وشغالين بكله فما هم عمولو ما هيك دور انجوه انشاء الله لانوه ما عنده سفا قانوني او ما مسئولين انو يمشي خاطف أمم المتحدة وانشاء الله أمم المتحدة ما حيرت لهم تاروكات قهات والحبادة بي كتير جدا وفتارات شعبات لانو نازل ما فيزل فووضهم ولا عندهم شراعي حتى نديمشي خاطف بحاجة زيدل انو يحيزوا التيران او يقفوا التيران او يقفوا التيران او يقفوا تعمال حربي للسودان فاترات اقامة جابريا ي أبوه الخليف الهوهن أبوهن المراقب فهوهن أعرف هذه الأمر وفعل ذلك الأمر بدينا سوف تعرف الوضع أبوهن الأمر يتعد ونأخبره فإنه أنه نتعد الخليف وفعل من الالجوار السودان وحدهن الأمر يجب أن تهلك في أي وقت الأمر الذي سيبقى كنت محاوم بزيجار الخطول السماء زال قائمة لكينا جيش شغالي باستراتيجية سكرية جدا فنتمنى انو انو شغالي انتهي سري لانو بولي حيان سلشنو كدام ما معروف فإن شاء الله النصر حليب ليا قواتينا الشعب لنصلاح